شراكة من أجل الاستقرار في المنطقة تلك التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي ترجمت في الزيارات المتبادلة بين القاهرات وقادة التكتل لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بالتزام مع سياق عام مضطرب يشهده إقليم الشرق الأوسط في الفترات الأخيرة خصوصاً في عقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهي الاعتبارات التي تعزز الحاجة إلى زيادة أوجه التنسيق والتعاون المصري الأوروبي وشهدت الفترة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم العديد من المباحثات المهمة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأوروبيين وخصوصاً المباحثات التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عدد من الزعماء الأوروبيين على غرار مباحثاته مع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واستقباله لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلعين وكذلك استقبال رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا جنباً إلى جنب مع العديد من المباحثات المباشرة والهاتفية الأخرى مع الزعماء الأوروبيين وكان اللافت في هذه المباحثات هو نجاح مصر في بناء توافقات مع القادة الأوروبيين حول جملة من التطورات والقضايا المهمة سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو ما يتعلق بالتطورات في المنطقة فعلى مستوى القضية الفلسطينية شهدت المواقف المصرية الأوروبية توافقاً حول جملة من النقاط المهمة وعلى رأسها رفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل التعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع وذلك عبر زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة جنباً إلى جنب مع توافقات بخصوص ضرورة استعادة مصار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعلى المستوى الإقليمي كانت المواقف المصرية الأوروبية واضحة وتشهدوا توفقاً كبيراً خصوصاً فيما يتعلق بمسائل رفض توسع رقعة الحرب وضرورة دعم جهود التسوية السياسية في دول الأزمات جنباً إلى جنب مع رفض كافة مظاهر تهديد الأمن الإقليمي وفي يناير الماضي توصلت مصر والاتحاد الأوروبي لاتفاق على رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وقد مثل هذا الإعلان تعبيراً عن نظرة الاتحاد الأوروبي لمصر ونمط التعامل السائد في العلاقات الثنائية باعتبار مصر شريكاً موثوقاً به ويعتمد عليه الاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة